unlimited intervals x equal x such that x belong to n يعني ال x هنا natural number greater than 5 ايه ال whole numbers او ال natural numbers اللي greater than 5 طبعا الاكبر من 5 6 7 8 9 dots طبعا go to infinity يبقى لو انا عمل لها represent عن number line يبقى هارس مري to infinity بس هنا belong to r يعني هنا not natural مش whole numbers طبعا هعمل الكلام ده ازاي يبقى المفروض ان هو كان هيتكتب لي على شكل interval طب الانترفل هنا هيبقى من فين لفين من 5 لانفيني لان هو greater than 5 from 5 to infinity لو انا هعمل الربريزنت عن number line يبقى من 5 للانفينيتي طب هي فين opened وفين closed عند الانفينيتي على طول opened لان ازاي هقفلها عند الانفينيتي الانفينيتي ده مش number go to infinity يعني كأنه راي رايح للانفينيتي يبقى دايما عند الانفينيتي او الانفينيتي زي ما هناخد بعد كده يبقى بيبقى الانترفل دايما opened طب ناحية الفايف opened ولا closed هو هنا الاخس greater than 5 مش greater than والايكول يبقى لو كان لو علمت الايكول موجودة كنت هقفل الانترفل عند الفايف انما دلوقتي هو هيبقى عند وطبعا اكيد هيبقى عند الانفينيتي يبقى هرسمه ازاي على number line يبقى هعمل سيركل طبعا opened عند الفايف يبقى open سيركل عند الفايف وهرسم راي لحد الايه تو انفينتي اوكي طيب اكس ايكول اكس برضو بلونج تو ار والايكس smaller than or equal 4 طالما smaller than 4 لو كانت natural number ايه اصغر من الفور 3 2 1 وزيرو كل يبقى من اول الفور لحد الايه او اللي قبل الفور يعني لحد negative infinity طبعا هنا من اول الفور لانه smaller than or equal يبقى من عند الفور لحد الايه negative infinity اوكي طب يبقى لو هكتبه كinterval وهنا بقى real number يبقى هكتبه كinterval يبقى من اول الفور للن negative infinity ولا المفروض من negative infinity لل فور ببدأ دايما بالايه بالن negative infinity من الصغير للكبير يبقى من negative infinity to four يبقى لو هكتب interval هنا لان هنا ال x belong to r يبقى من negative infinity to four دايما negative infinity opened يبقى هفتح ال bracket او هفتح ال interval عند negative infinity طب ناحية الفور opened ولا closed هي هنا x smaller than or equal four يبقى الفور كمان معي يبقى الفور closed interval يبقى هرسم circle closed عند الفور في number line هنا وبعد كده راي go to negative infinity لو عايز عمل represent هنا لل r positive r positive معناها ايه من اول zero to infinity كل positive number طبعا except zero لان zero ولا positive ولا negative يبقى اكيد opened interval عند zero لان zero مش معايا يبقى من بعد zero لحد to infinity يبقى هفتح الانترفال نحية zero واكيد عند الانفينيتي opened يبقى infinity او negative infinity بعمل الانترفال opened interval يبقى بفتح الانترفال نحية الانفينيتي هعمل represent ازاي يبقى هرسم circle opened عند zero وطبعا ray from zero to a to infinity to positive infinity طب r negative كل negative numbers zero مش negative يبقى كل negative numbers لحد zero except zero طبعا الزيرو مش معايا يبقى from negative infinity to zero opened اكيد عند الانفينيتي او negative infinity يبقى ناحية الانفينيتي بعملها على طول opened يبقى الانفينيتي هعمل الانترفال opened interval طب ناحية الزيرو الزيرو مش معايا الزيرو not negative number يبقى برضو opened يبقى هفتحوا من الناحيتين عند negative infinity وعند الزيرو يبقى هرسم open circle عند الزيرو وطبعا ray from الزيرو to a to left hand side يعني to negative infinity write in the form of interval هنا الـ such that x belong to r يعني real number greater than equal 3 ايه 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 اكبر من 3 او equal 3 يبقى من اول 3 لحد الايه to right hand side to infinity sorry اوكي يبقى لو هنتخيل كده number line يبقى هبدأ من عند 3 لحد الايه لحد infinity to right hand side يبقى from 3 to infinity عند 3 closed ليه closed مقفولة علشان greater than equal علامة ال equal هنا طب ناحية ال infinity اكيد opened اوكي على number line يبقى هنرسم number line circle هلونها تبقى closed circle عند 3 وطبعا from 3 هرسم ray to infinity to positive infinity اوكي again x smaller than equal negative 7 طالما اصغر من negative 7 smaller than يبقى from negative infinity to the number يبقى نعرفها كده greater than يبقى من number اللي هيكتبهولي لحد positive infinity smaller than يبقى من negative infinity to the number يبقى هبدأ بال negative infinity لحد negative 7 كل اللي في left hand side من اول negative infinity لحد a number اللي هيكتبهولي اللي هو negative 7 طيب هو closed عند negative 7 ليه لانها smaller than or equal واكيد negative infinity opened يبقى ناحية negative infinity direct عارفين ان هو ايه open انما عند negative 7 هنا closed ليه علشان علامة equal يبقى هرسم على number line negative 7 هعملها closed وطبعا من اول negative 7 to left hand side يعني لحد negative infinity again هنا بقى من negative 3 ل negative 1 هنا معلها اي علاقة بال infinity و negative infinity ده between two numbers اوكيد من اول negative 3 لحد negative 1 الاكس هنا ما بين two numbers negative 3 negative 1 بس اوكيد يبقى الانتيرفل من negative 3 ل negative 1 opened عند negative 3 لان ما فيش علامة ال equal closed عند negative 1 لان في علامة ال equal يبقى opened عند negative 3 و closed عند negative 1 مفيش هنا infinity امتى بتبقى positive infinity و negative infinity لو علامة greater than واحدة او smaller than واحدة او 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 يبقى بعمل ايه او تو positive infinity طب هنا بقى put the sign او belong to او doesn't belong to 3 موجودة هنا في negative infinity لحد 4 طب نرسم كده من negative infinity to 4 يبقى عند 4 هرسم open circle و همشي لحد negative infinity ايه اللي قابل 4 3 2 1 يبقى 3 معايا كمان في interval اه 3 واضح ان هي معايا في interval اوكي اللي قابل 4 ناحية negative infinity في اللي قابل 4 3 2 1 0 negative 1 و negative 2 اوكي يبقى 3 belong to again نرسم interval هنا عشان نفهم المسألة اكتر من يبقى هاجي عند negative 6 وهرسم circle طبعا opened لان هي opened عند negative 6 الانترفل هنا مفتوح وبعد كده to negative infinity يا طرى negative 5 هي before negative 6 ولا after يعني هي طبعا في right hand side اوكي يبقى مش معايا في الانترفل يبقى doesn't belong to انما لو كان ايلي مثلا negative 7 او negative 9 يعني لو كملت بقية كل negative numbers البقية دي موجودة عندي في الانترفل انما negative five negative four negative two negative one zero بعد كده positive numbers كل ده في right hand side يبقى كل ده مش معايا مش في الانترفل ترجمة نانسي قنقر